موسيقى تتابعون نشرة المغاربية من الجزائر الدولية أهلا بكم وفي المستهل دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى انتهاج مقاربة طموحة ونوعية في عملية إعادة تأسيس الموارد بما يساهم في رفع سقف الموارد الميسرة مع مراعاة احتياجات بلدان القارة الإفريقية رئيس تبون في كلمتنا القهنية بطن عنه الوزير الأول الجزائري نذير العربوي في أشغال قمة المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعبئة الموارد الإفريقية بالعاصمة الكنية ناروبي جدد دعم الجزائر للمبادرات والآليات الكفيلة بسد فجوة التمويل وتخفيف وطأة الديون ورصد الموارد الضرورية للمجالات ذات الأولوية وتطلع الجزائر إلى انتهاج مقاربة طموحة ونوعية في عملية إعادة تأسيس الموارد تساهم في رفع سقف الموارد الميسرة مع مراعاة احتياجات البلدان المقترضة كما تجدد دعمها للمبادرات والآليات الكفيلة بسد فجوة التمويل وتخفيف وطأة الديون ورصد الموارد الضرورية للمجالات ذات الأولوية الرئيس الجزائري دعا إلى تسريع وطيرة الاندماج القري وتنفيذ أجندة الاتحاد الافريقي أفاق 2063 مذكرا بالتصور الاندماجي لعدد من المشاريع التي شرعت الجزائر في تنفيذها إلى جانب مبادرات تنموية أخرى بعدة دول إفريقية مجاورة إن دعم التنمية في إفريقيا مرتبط بتسريع وطيرة الاندماج القاري وتنفيذ أجندة الاتحاد الافريقي 2063 وهو ما تعكف الجزائر على تجسيده لا سيما من خلال تصور اندماجي لمشاريعها الوطنية وإنجاز مشاريع تنموية أخرى بعدة دول إفريقية مجاورة استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الاثنين سفر البرتغال لدى الجزائر لويس ديل بوكوير كيذولوسو بيان للرئاسة الجزائرية أوضح أن سفر البرتغال أدى زيارة وداع للرئيس عبد المجيد تبون عقب انتهاء مهامه بالجزائر وحضر لقاء لمن العام للرئاسة الجزائرية عبد الله منجي وفق المصدر ذاته بحث المجلس الرئاسي الليبي الترتيبات النهائية لاستئناف سفارة اليابان لعملها في العاصمة طرابلوس وجاء ذلك أثناء استقبال النائب المجلس عبد الله اللافي نائب وزير شؤون الخارجية الياباني لشؤون البرلمانية فوكازاوا يويتشي اليوم الاثنين بحضور نائب مدير إدارة شؤون آسيا وأستراليا بوزارة الخارجية الليبية والقائم بأعمال سفارة ليبيا لدى اليابان وسفير اليابان المعتمد لدى ليبيا بيان للمجلس أشار إلى أن الجانبين بحث أيضا آخر تطورات ملف المصالحة الوطنية بمشاركة كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية فضلا عن سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومتابعة الاتفاقية المبرمة بينهما خرج ألف أطلاب تونسيين الجوم الاثنين في مسيرات احتجاجية تضامنا مع فلسطين واحتجاجا على استمرار المجازر والعدوان الصيونية على غزة وانطلقت مظاهرات من مختلف جامعات العاصمة تونس باتجاه المسرح البلدي الذي يشهد تجمعا طلبيا ضخما تحت شعار طفان الجامعة وأوضح الاتحاد العام التونسي لطلب أن الجامعة التونسية دخلت في إضراب اليوم الاثنين بمختلف المؤسسات من شمال البلاد إلى جنوبها وأن تحرك الجامعة التونسية سيتواصل طيلة هذا الأسبوع من خلال فعاليات داخل الحرم الجامعي وخارجها ويأتي تحرك الجامعة التونسية بعد موجة حراك طلبي ضخم في الجامعات الأمريكية والأوروبية وعدة مناطق أخرى من العالم كما شارك المئات من الطلبة بجامعة واكشوت الموريتانية اليوم الاثنين في وقفة لنصرة وإسناد الشعب الفلسطيني ورفضا للمجازر التي ارتكبوا الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة ورفع المشاركون في الوقفة أراجات الفلسطينية مرددين شعرات مناصرة لصمود الشعب الفلسطيني ومنددة بالجرائم الصهيونية المرتكبة بحقه في السياق دعا الاتحاد الوطني لطلبة الموريتانية جميع مناضلي وكافة طلاب التعليم العالي في نواكشوت ومؤسسات البلاد إلى المشاركة في الاحتجاجات المتزامنة في جميع المؤسسات الجامعية خراطا في الجهود الطلابية العربية والإسلامية والدولية المساندة لمعركة طفان الأقصى شارك أطباء وعملون في القطاع الصحي بالمغرب في وقفة احتجاجية أمام البرلمان الأحد للمطالبة بحماية الطواقم الطبية في غزة وإسقاط التطبيع بين المخزن والكيان الصيوني وشارك في الوقفة الاحتجاجية بالعاصمة الرباط العشرات من الأطباء والصيادل والممرضين من القطاعين العام والخاص فضلا عن طلاب الطب بدعوة من التسقية المغربية أطباء من أجل فلسطين ورفع المحتجون علامة فلسطين ورددوه تفات منددة بتواصل التطبيع بين نظام المغربي والكيان الصيوني أعلنت ثمان نقبات في القطاع الصحي بالمغرب تمسكها بالتسعيد والاحتجاج تنديدا بعدم التزام السلطات بتلبية المطالب المشروع للأسرات الصحية بكل فئاتها وأعلنت تنسيق النقبي بقطاع الصحة في المملكة في بيان مسال أحد عن خوضه إضرابا وطنيا جديدا السابع والثامن ماي الداخل عبر كل المؤسسات الصحية مع استثناء أقسام الاستعجالات والإنعاش والقيام بوقفات احتجاجية إقليمية وجهوية في اليوم الموالي بمعدل ساعة يوميا فضلا عن إنزال وطني بالرباط لعمال قطاع الصحة مصحوبا بإضراب وطنيا في السادس والعشرين ماي المقبل وأحدد تنسيق النقبي بمتابعة البرنامج الاحتجاجي بصياغ نظالية نوعية وغير مسبوقة في حالة عدم التجاوب الجدي والمسؤولي للحكومة وقعت تونس الأحد على اتفاق إطار تحصل البلاد بموجبه على قرض بنحو مليار ومائتي مليون دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بيان لوزارة الاقتصاد التونسي ذكر أن الاتفاق أبرم مع الهمش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض من السابع والعشرين إلى الثلاثين أفريل الجاري المصدر ذاته ذكر أن التمويل سيخصص لواردات بعض الشركات العموية من المواد الأساسية على غرار النفط الخام والمنتجات البترولية تعتزم الجزائر ودول أوروبا تعزيز تعاونهما في قضايا البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية واحتضنت الجزائر العاصمة للتنين لقاء شارك فيه خبراء من الجزائر السويد النرويج الدنمارك وفنلندا لدراسة حلول مشتركة ومستدامة تتعلق بالمناخ والاستخدام الأمثل للطاقة اللقاء يندرج ضمن مخرجات مؤتمر يوم الشمال حول الحلول المستدامة المنعقد في الجزائر بالتعاون مع وزارة البيئة الجزائرية في نوفمبر 2022 أشادت الاتحادية الصحراوية لكرة القدم بقرار نادي اتحاد الجزائر تجاه القاضية الصحراوية بمناسبة مواجهته نادي نهضة بركان المغربي برسم مبارتي نصف نهائي كأس الكنفيدرالي الإفريقي لكرة القدم ووصفت الاتحادية الصحراوية في بيان قرر نادي الجزائري بالشجاع معربة عن إدانتها محاولة الدوس على القوانين الدولية للفيفا وثمنت الاتحادية الصحراوية قرر مسؤولي نادي اتحاد الجزائر رفضهم دخول أقمصة النادي المغربي وأكيد تنعزمها لاتخاذ كل السبل القانونية التي ستمكن من تجريم هذه الأفعال وعدم تكرارها لتجنب انحراف الرياضة عن مسارها النبيل ختم النشر المغربية إلى اللقاء اشتركوا في القناة